أعرابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ورحل أطول تكرمون بال في المسجد يعني طيب شون واحد يدخل المسجد يبول يعني فالصحابة عصبوا وغضبوا على هذا الموقف شنو كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم هنين نقطة أولا بسألكم أنا سؤال الحين قبل لا جاءوا وقبل لا نعرف موقف النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الأعرابي لما ارتكب هذا الخطأ متعمد أم جاهل؟ هذا سؤال مهم الجواب هو جاهل وليس متعمد طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموضوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اتركوه حتى ينتهي يعني لا تقاطعون وهو تكرمون يقضي حاشته طبعا هذا فيه إعجاز طبي الآن فيه أبحاث طبية تثبت أنه الإنسان تكرمون لما يتبول لازم ما حد يقاطعه أثناء قضاء حاشته لأن هذا يترتب عليه ضرر صحي وهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة اتركوه حتى يتم بوله تخيلوا ها؟ تخيلوا يعني تخيلوا لو أنتوا بهذا المكان لو أنتوا بالمسجد وشفتوا واحد دخل وقعد يتبول يعني شي تسوون ولذلك شوف منهج النبي صلى الله عليه وسلم ما في عنف ما في صراخ ما في عصبية ما في تهديد ما في انتقام لشخص جاهل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون شديد على الكفار صح شديد على المعتدين صح شديد على الظالمين صح بس نحن نتكلم الآن عن خطأ غير مقصود وأولادكم أنت وبناتكم كل أخطاءهم اليومية كلها مقصودة كلها مقصودة تسعين بالمئة منها أخطاء غير مقصودة يعني ولد مثلاً مسك قلاس الماي هذا وراح طاح منه لقلاس وانكسر تقوم القيامة في البيت طيب هذا خطأ غير مقصود خطأ غير مقصود ليش أنا أسوي من الحبة قبة يعني ليش فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتركوه وفعلاً تركوه الصحابة بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم نادها قال له تعالى فجي الأعرابي فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال له ترى هذا المكان اللي انت قضيت حاشتك فيه يعني هذا مكان عبادة وذكر وصلاة وعلمه ثم قال للصحابة هريقوا عليه من الماء يعني اخذوا دلوا ماء وصبوا على تكرمون مكان ما تبول حتى بس يكون طاهر يعني فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الخطأ الغير مقصود الخطأ الجاهل قصة ثانية يعني أنا ترى ما قاعد أذكر هالقصص الآن للتسلية أنا قاعد أذكر هالقصص لأن أبيكم تتعاملون مع أولادكم بهذه الطريقة خطأ مقصود ولا غير مقصود لازم نميز صحابي من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي جماعة عطس فلما عطس هذا الصحابي فاللي أما بعض الصحابة ما عندهم فقه في الدين ولا علم قالوا لا يرحمك الله فطبعا الصحابة قام يطقون لأنه شنوها التصرف غلط فلما انتهت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نادى قال الله احنا في صلاة وفيها ذكر ودعاء فالإنسان ما يتكلم في الصلاة يعني مرة ثانية ما في عنف ما في صراخ ما في عصبية على خطأ لا والخطأ في الصلاة مو خلاف بين إخوان اثنين يا هالة أطفال ولا بين اثنين مراهقين احنا قاعد نتكلم عن ركم من أركان الإسلام الصلاة وقاعد نتكلم عن مسجد اللي هو بيت الله تم ارتكاب الخطأ فيه والتبول ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاعد يتعامل مع الموضوع ويعالج المشكلة بأسلوب تربوي راقي جدا حنا هذا الأسلوب نريده داخل بيوتنا يمكن بعضكم الحين يعترض على كلامي ويقول ايه كلامك سليم بس احنا عيالنا ترى كلهم متعمدين لما يسوون الغلط طيب مخالف طول بالك أعطيك أنا حين قصة في التعمد يلا ما جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشاب مراهق وقال لا اذلي بالزنا يا رسول الله قالوا كلكم الآن تعرفون القصة أكيد وحافظينها ألف مرة ودارسينها في المدارس لما يقول لا اذلي في الزنا هذا متعمد ولا جاهل شاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذلي بالزنا متعمد ولا جاهل متعمد هذا متعمد لأنه هذا يعرف لما يكون يقول اذلي معناته عنده علم أن الزنا حرام ومعناته يعرف أن الزنا غلط واضحة المسألة متعمد طيب النبي صلى الله عليه وسلم عصب على خطأ متعمد طيب ضرب انتقم عنف أبدا أبدا كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الخطأ المتعمد كيف تعامل معه بالحوار قال له تعال قرب ترضاه لأمك ترضاه لأختك ترضاه لعمتك وهو يقول لا 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 هذا خطأ متعمد ولذلك المنهج انتوا الآن مع أولادكم في البيوت إذن إذا أخطأ وخطأ غير متعمد عن جهل إذن ما نعصب ما نعنف ما نضرب وإذا أخطأ وخطأ متعمد ما نعصب ما نضرب يمكن بعضكم حين يستغرب يقولون يعني شنسوي ما نسوي شي لا أنا ما قلت لكم ما تسوي شي أنا ما أقول تاب يتعصب أنا ما عندي مانع أتعصب بس خل تعصيبتك لها قيمة لما الأب والأم كل يوم يعصبون كل يوم يعصبون كل يوم يعصبون يصير التعصيبة ما لها قيمة يصير الأب والأم يعصبون والعيال يضحكون لأن التعصيبة ما لها قيمة لأنا أبي تعصيبتك لها قيمة لما تعص خلاص يحترمونك أما كل يوم على الطالع والنازل خمسين ستين مرة وبالتالي الكلام يصير مالا قيمة فإذن هذه قصة في قضية الخطأ المتعمد وهذه قصة في قضية الخطأ الغير متعمد فلما ينقول والله أولادي بسن المراهقة ولا يحبون يسمعون النصيحة صحيح لأننا قاعد نتعامل معهم إحنا غلق يعني أنا من يومين وحدة من الأمهات تقول لي إيه تقول لي ولدي يروح المدرسة فيضحكون عليه وتوى لابس نظارة الولد يعني توى لابس نظارة فهو ما كان لابس بس صار يلبس نظرة صار ضعيف فتقول لما لبس النظارة راح المدرسة قام يضحكون عليه شا سوي أنا نحين قلت لها قولت شا تسوي لعبي معا لعبة داخل البيت وقلي لها أنا واحد من طلبة المدرسة وبضحك على نظارتك وعلى عيونك يلا يا بابا خلى دربك شون ترد قالت لي والله قلت لها طبعا سوي معا تمثيلية تدريب كأنك أنت واحدة في المدرسة وقاعدت استهزئين فيه خليت علم وبعدين سووا تبادل أدوار قل لي الله يلا أنا الحين بلبس نظارتك عطني نظارتك خلى ألبسها وانت استهزئ فيني وشوفني شون برد عليك قالت لي والله فكرة والله وسوتها شا تقول لي وراح المدرسة قلت لها شال نتائج شا تقول لي والله شخصيتها صارت قوية قلتها طبعا لأنه انت دربتيه في البيت بدل ما تتهمينه انت ما عندك ثقة بنفسك انت ضعيف ضعيف الشخصية كم مرة أنا لا 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 إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم يعني أبو جبير صحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم شافه يتوضى بس أول ما بدأ الواحد لما يتوضى أول ما يبدي شا سوي يغسري ده صح ولا لا هو أبو جبير شنسوه أول ما بدأ يتوضى راح طبض مض فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه وهو داخل شدي شافه قا يتوضى وشاف انه وضوء غلط مو صح فقال لا يا أبو جبير تعال فقام النبي صلى الله عليه وسلم توضى أمامه اللي احنا نسميها التدريب هذي يسمونها التربية بالمشاهدة فتوضى أمامه فأبو جبير لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى آه فهم فهم شون يتيدد وتوضى هذا التكنيك اللي قاعد أقول لكم إياه هو اللي سويته مع الأم اللي قالت لي إنه يضحكون على نظارته في المدرسة أنا سويت لها مثل قصة أبو جبير قلت لها تعالي يبي ولدك وسوي لها تمثيلية دربي داخل البيت وعلمي أنا عندي واحدة من الأمهات في فرنسا تقول لي من يومين بنتي توها محجبة ولما راحت المدرسة يضحكون على أحجابها جاء نقولها قصة أبو جبير هذه قلت لها سمعي أنت يفسخي أحجابك وخليها تلبس الأحجاب في البيت وضحكي عليها وشوفي شون ترد بعد نقولها ماما الحيانة بلبس الأحجاب وانت فسخي الأحجاب وضحكي علي شوفي شون برد عليك قالت ها والله فكرة حلوة فإذن هذه قصة أبو جبير يعني إحنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما الهقيمة تكون إذا إحنا ما طبقناها مع أولادنا مع بناتنا في حياتنا ولذلك إحنا نحيي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا التطبيق طيب جي جاوبنا على السؤال الثالث السؤال الرابع ما الفرق طيب تقول الأخت أنا جربت العنف والصراخ والتهديد فهو يفيد أكثر من التفاهم والحزم يعني شوفي أنت طبعا تجربتك هذه ما قدر أنا أخذها مسلمة لأنه هو صح كلامك يفيد لكن أنت تبين الفائدة المؤقتة أم الفائدة الدائمة أنت تريدين الفائدة السريعة أم الفائدة اللي نفسها طويل هو يفيد يفيد على فكرة حتى الضرب يفيد أنا حين لو أضربه الآن ابني مزعج ويصرخ رح ضربته سكت بس هل معنى هذا تقوم السلوك؟ لا ما تقوم السلوك هو أنا عالجته الآن صح بس هذه ما يسمونها معالجة لا المعالجة هي اللي تعالج على المدى البعيد وأقول لكم قصة للنبي صلى الله عليه وسلم يلا بدأنا نحن اليوم فتحناها سيرة نبوية النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وشاف رجل يصلي صلاته سريعة سمونها مثل نقر الديك فلما انتهى ناداها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ترى صلاتك هذه مو صحيحة عيد الصلاة شوفوا عيد الصلاة شوفوا عيد الصلاة ركزوا معاي عيد الصلاة فراح عاد الصلاة فشاف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة سريعة قال لا لا ما يصير عيد الصلاة شوفوا عيد الصلاة شوفوا شون الإنسان يقوم السلوك شوفوا التربية شلون مو قضية عنف ولا قضية عصبية ولا ضرب لا 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 ما لا علاقة التربية بالتعليم بالحوار هذه التربية وبالتالي هني شلي صار مع النبي صلى الله عليه وسلم خلا يعيد مرة ومرتين وثلاث حتى بعدين قال والله لا أحسن غيرها يا رسول الله ترى أنا هذا اللي عرفه يعني فقام علمه شو أن يصلي الواحد لما يركع يعني حتى يطمئن فإذا قام يكون مطمئن إذا سجد يكون مطمئن مو بسرعة 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 فإذن هذه كلها قصص احنا نحتاجها حقيقة في موضوع التربية وخاصة ذا قاعد نتكلم في كيف أكون حازم لا عنيف بالتربية اتخاف تكلم ولدك عن التربية الجنسية أو أنت ما تعرفين شو أنت عاملين عيادت وتوصل لهم المعلومة في التربية الجنسية الصحيحة بالمناسبة أكثر التحرشات الجنسية والمشاكل تصير مع ضحايا لم يتلقوا التربية الجنسية الصحيحة نحن عندنا في خدمة معين التربوية منهج متكامل في كيف نعلم عيالنا التربية الجنسية من عمر سنتين إلى 15 سنة ولذلك مهم جدا أن نحن نفاتح عيالنا نسولف معهم نوعيهم نتكلم معهم وهذا الكلام من أجل حمايتهم أما أني أنا أمنع عنهم المعلومة فيأخذونها من غيري أو يتعلمون من غيري بالتالي أنا خسرت ولدي فخدمة معين التربوية تساعدكم في تربية عيالكم تربية جنسية تربية جنسية